موسيقى قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكريم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المتميزة في النشر الدولي المجهود اللي اتعامل من خلال داخل الجامعات أو من خلال مجلسة أعلى الجامعات ومع بنك المعرفة المصري هو كان النهاردة احنا بنحتفل بتتويج كل الفكرة ان احنا قدرنا نصل الى درجات متقدمة جدا في التصنيفات وفي مستوى البحث العلمي وان شاء الله اللي جاي كمان بعد ما احنا بنحط سئسات اخرى لمطالما وصلنا للمركز المتقدمة نقدر ان احنا نتقدم اكتر واكتر اذا هي منظومة كبيرة جدا اتصور ان في خلال الاربع خمسين الفاتو دول قدرنا نحط مصر بجامعاتها وموسطها التعليمية على المستوى العالمي يوم جميل حقيقة في مصر من حيث المعرفة والبحث العلمي والنهضة العلمية اللي حضراتكم شايفينها ده كله بدأ بالرؤية رؤية السيد الرئيس في 2014 لما قررنا بناء بنك المعرفة اللي النهاردة اصبح العمود الفقري للتعليم قبل الجماعي والجماعي والبحث العلمي اللي حضراتكم شايفينه النهاردة هو ارتفاع ملحوظ جدا في تصنيف مصر في جامعات الدولية وتصنيف مصر في البحث العلمي وجودنا على الساحة الدولية بالدوريات العلمية اللي ابتدت تنشر فيمكن الناس محتاجة تعرف ان البنك المعرفة ما هواش مجرد مكتبة هو في كل ما وصل الى العلم فده إنجاز الحقيقة يعني مفروض نفرح بي جدا في 4 سنين ده المنظومة اللي احنا لجأنا ليها وعرضناها النهاردة إن احنا بنحسن ترتبنا وترتبنا ارتفع للتلاتين بعد ما كنا مية وحاجة وإن شاء الله حيرتفع أول إحنا بينا نمرة واحد في أفريقيا نمرة اتنين في الشرق الأوسط وإن شاء الله لو مشينا بالوتيرة وهذه الوتيرة احنا حنبقى واحد قريبا جدا في الشرق الأوسط وبين النافس في المنظومة العالمية أنا مش عايزة أقول السيادتك إن في دول أوروبية احنا تخطناها وسبقناها احنا بالنسبة للجماعات اللي هي أكتر من 50 سنة أو 50 سنة فأكتر يعني احنا طلعنا الحمد لله للأوائل ده لما جمسموا الكليات فكليات الطب بالنسبة في مجالة الطبية طلعت الأول على الكليات الطب في النشر العلمي في آخر سنة السنة فده الحمد لله إزام أقول لحضرتك كده ويعني إن شاء الله يستمر وده بالزبط كده يعني إحنا كلين النهاردة فوزنا لأن كل الناس في كل الجماعات مفروض إن كل واحد دلوقتي هيتنافس عشان يخلي جماعته أحسن فأن شاء الله ده بيعود بالمردود على البلد ككل البحث العلمي ده هو قاطرة التنمية والسبيل لوصول الدولة المصرية لتحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة فمش هيحصل الاقتصاد المبني على المعرفة إذا كان فيه بحث علم قوي يقدر يمده برافض التعليم والمعرفة لتحقيق التكنولوجيا ترجمة نانسي قنقر